ترتفع عالميا حيازة الكثير من الدول لأدين الأمريكي. سندات الخزينة الأمريكية تصل إلى أعلى مستوياتها تاريخيا. السبب باعتبار الكثير من الدول أن هذا النوع من السندات أو الديون كإحتياط مثله مثل الذهب تحتفظ فيه في بنوكها المركزية. تلجأ إلى بيعه في أي وقت. في طلب كبير جدا على هذا النوع من الديون. لكن لماذا نحرز هذا التقدم الشهر الفائد؟ تحدثنا عن تراجع في الحيازة خليجيا وحتى على المستوى العالم. السين تحديدا كانت باعت جزء من السندات. بينما ما تزال اليابان ترفعها. البداية نتحدث عن المستوى القياسي الجديد. وصلت أو باعت الولايات المتحدة الأمريكية. ما مقدار ثمن تريليونات و130 مليار دولار في مايو السابق. مقارنة بشهر إيبرل. زيادتها كانت بواحد في المائة. لماذا؟ الدول تلجأ إلى أدوات الدخل الثابت. وتعتبر هذه هي الأفضل حتى الآن في المتجات المالية الاستثماري عليها. عالميا ما تزال اليابان تحتفظ بحيازتها للعدد الأكبر للسندات الأمريكية. وخاصة ذات الأجال طويلة المدى. 30 سنة. 50 سنة. 10 سنوات. طبعا هي الأكثر طلبا. على رغم من تراجحها 2 فيئة المائة. لكنها ما تزال في الصدارة تتفوق على تريليون و130 مليار دولار تليها الصين. هذا الثاني شهر لها على التوالي. تخفف من حيازتها للدين الأمريكي. تبقى في المقدمة. بينما بريطانيا أو المملكة المتحدة ترفع حيازتها من الدين الأمريكي بقرابة 2 فيئة المائة. أذهب إلى بقية الدول لدينا. وليكسنبورغ تقف على القائمة. تتراجع الحيازة 10 نقطة. لا يذكر هذا الرقم. 5 في المئة التي كندا ترفعها وتشتري سندات أمريكية في مايو. نذهب إلى آخر ثلاث سنوات ونصف. هو الأعلى هذا المستوى في مايو. الذي وصلنا له. طبعا مقارنة السعودية. هي التي تعتبر الأعلى على مستوى الخليج. ترغب في شراء هذا النوع من الأدوات الضامنة لدينا. هو الأعلى في ثلاث سنوات ونصف. بمقدار واحد في المئة. على رغم أنها الشهر الفائت باعت السعودية من السنادات. وهذا يعد نوع من التحوط. يعني ممكن أن يتبيع لحاجتها للسيولو. وفيه كان عوائد كثير مرتفعة. الإمارات ترتفع حيازتها. 1 و13 نقطة المئة. أو يتصل إلى 70 مليار و800 مليون دولار في مايو. أيضا هي تغذي الاحتياط لديها في المركز بهذا النوع من السنادات. لدينا الكويت ترفع الحيازة 3% إلى 46 مليار و200 مليون دولار. ولدينا الكثير نتحدث عنه. طبعا بالنسبة لعوائد السنادات. الخزان لأجل عشر سنوات. عند أدنى مستوياته في نحو 14. نتيجة الدخول القوي على شراء السنادات. تتراجع لدينا حتى على الرغم أنه آخر تداول عليه بالشموع الياباني يظهر نوع من الارتفاع. لكنه يبدو ضعيف. وهذه فرصة حتى وجدنا الصين ذاتيا لديها بيع كبير جدا من السنادات المحلية. عندها سنادات السيادية الصينية. آخر التطورات التي أثرت في عوائد السنادات. احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر المقبل. ترتفع الاحتمالات إلى 90%. تباطئ التدخم في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من التوقعات في يونيو. تباطئ لدينا في إنجلترا إلى 2% وفي المنطقة الأوروبية. يبقى على استقرار في الوقت الرهن. كلها عوامل تدعم لدينا رغبة الكثير من أدول في زيادة حيازتها من الدين الأمريكي. ترجمة نانسي قنقر